بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نستكمل من هذه الصفة الخامس الدرس العشرون بعنوان تحريم إيذاء الجار حرص الإسلام داوما على تنظيم علاقة العبد مع ربه ومع نفسه ومع الآخرين ومن الآخرين الذين حرص الإسلام على تنظيم علاقة نابه هو الجار فقد أوجب الإسلام أن نؤدي حقوق الجار التي سنتعرف عليها في درسنا اليوم ولتبع على أدائنا لهذه الحقوق الأجر والثوى نستقرأ الحديث النبو الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه نعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ومن المفاهيم والتركيب التي يجب علينا فهمها لا يأمن بمعنى لا يسلم الجار هو الشخص الذي يقيم بقربك بوائقه ضرره وأذعه وراء الحديث النبو الشريف هو الصحابي الجليل أبي هريرة وكما أسلفنا في بياني وفي تعرف عليه أبو هريرة اسمه الكامل هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي وقد كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة بسبب حبه واهتمامه بالهريرة والقطط ودع له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ فكان من أكثر الصحابة حفظا للحديث النبوي الشريف وتوفي في سنة 57 من الهجرة ودفن في البقيع في المدينة المنولة وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب علينا أن نقوم على المحافظة على الجار فسواء كان جارنا مسلما أم غير مسلم سواء كان قريب لنا بصلة قرابة أو لا توجد هناك صلة قرابة يجب علينا القيام بحقوق الجيرام وتكون ويكون قيامنا بحقوق الجار بجانبين الجانب الأول الإحسان إليهم وهناك صور عدة للإحسان إلى الجار منها إلقاء السلام عليهم إذا لقيتهم وإلقاء تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اثنين وشاركوهم في أفراحهم وأحزانهم في أعراتهم في مصابهم إذا أصابهم مصيبة في أحزانهم في إن كان عندهم حادث موت وأقوم على زيارتهم وتفقد أحوالهم وسؤالهم إن كانوا بحاجة إلى أمر فأقوم على تلبية هذه الحاجة بقدر استطاعتي والجانب الثاني هو كف الأذى عنهم ولا أقوم على إطلاف ممتلكاتهم سواء كانت موجودة في بيتهم عند زيارتهم سواء كانت موجودة في الطريق كسياراتهم وممتلكاتهم الخاصة اثنين عدم إلقاء الأوساخ عند بيوتهم ثلاث عدم إذعاجهم بالصوت المرتفع بغض النظر عن الوقت فقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث النبو الشريف بأن من يسيء إلى جاره ويؤذيه بلسانه أو بيده بعدم دخول الجنة فجميعنا في هذه الحياة نسعى إلى جمع الحسنات لتكون سببا في دخول الجنة يوم القيامة ولا نكون كالمفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وزكاة وأعمال صالحة فتذهب هذه الحسنات بسبب ضربه للناس وإذائه لهم وأكليم مالهم فسؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأتان مسلمتين سلوك كل منهما مع جيرانها مختلف فالمرأة الأولى في حياتها تكثر من التطوع ومن العبادات كالصلاة والصدقة وعلاقتها مع الجيران تقوم على إذائهم بلسانها فيكون جزاؤها النار أما امرأة أخرى مسلمة هي قليلة التطوع من العبادات كالصلاة والصدقة وهي لا تؤذي جيرانها فكان مصيرها إلى الجنة فالمرأة الأولى هي امرأة مفلسة لأنها ضيعت حسناتها التي جاءت فيها بسبب عباداتها كالصلاة والصدقة لكنها تؤذي جيرانها فيأتي يوم القيامة هؤلاء الجيران ويأخذ من حسناتها إما المرأة الثانية صحيح أنها قليلة العبادات وقليلة الصلاة والصدقة لكنها لا تؤذي الآخرين فهي غير مفلسة لأنها حافظت على حسناتها فتكون مصيرها يوم القيامة إلى الجنة وقد قيل بأن هناك أحد الصالحين كان له جار يريد أن يبيع دارة فقيل لهذا الجار ما ثمن دارك الذي تريد بيعه قال الفادرهم لنفس البيت أما للجوار وبسبب الجار الصالح فله ألفام فلما علم جاره الصالح بذلك أعطاه أربعة آلاف بدل ثلاثة وقال له لا تبع دارك فعلم بأن له جار صالح فالجار الصالح في هذه الأيام لا يمكن أن يباع ويشترى بالمال من صور الإحسان إلى الجار أيضا السؤال عن جاري إذا مرض اثنين لا أتكلم بسوء عن جاري ليس بالغيبة أو بالنميمة ثلاث مشاركة جاري في أفراحه وأحزانه أربعة أدافع عن جاري وأدفع عنه كل أذى سواء كان أذى في أمنه على بيته أو على ممتلكاته وإما يستفاد في هذا الحديث النبو الشريف أشارك جيراني في أفراحهم وأحزانهم أسأل عن جاري دائما والسؤال عن خاصة في هذه الأحداث التي نمر بها اليوم ثلاث لا أذي جاري بلساني أو بيدي سواء كان بالغيبة أو بالنميمة أو أقوم بضربه أو ضرب أولاده أو أقوم على إيذاء وتخريب ممتلكاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر